أما في مصر وفي خطوة تهدف لتشجيع الشباب على الاستثمار وتدشين مشروعات صغيرة وفقت هيئة الرقابة المالية في مصر على السماح للشباب اعتبارا من سن 16 عاما بالتعامل في الأدوات المالية غير المصرفية والتي تتضمن الحصول على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر والتعامل كذلك في سوق الأوراق المالية تفاصيل لهذا الملف في تقرير الزميل ياسين الجوهري بقرار تنفيذي من هيئة الرقابة المالية يسمح للشباب بالتعامل في الأدوات المالية غير المصرفية قرار يفتح المجال برأي الكثيرين أمام دخول شريحة جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية كما يشجع أيضا ثقافة العمل الحر فالخطوة التي تأتي في إطار سعي مصر لتعزيز الشمول المالي وتشجيع الشباب على الاستثمار وانتهاج الثقافة العمل الحر من خلال تأسيس مشروعات صغيرة خاصة ستسمح للشباب اعتبارا من سن 16 عاما بالتعامل في الأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك التداول في البرصة والحصول على تمويلات متناهية الصغر واستخدام خدمات التأمين والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي وغيرها شريطة أن يحصل الشاب على إذن من ولي الأمر وأن يكون المال مكتسبا من عمل الشاب أو من النفقة التي يحصل عليها وأن يكون التعامل في أدوات تتناسب مع متطلبات الشباب في هذه المرحلة تسهيل حصول الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاما على التمويلات متناهية الصغر بالذات المرتبطة بمشروعات انتاجية أو أفكار ده حيصير يعني ينقول خاصية الإبداع والابتكار عند هذه الفئة العمرية أنه ممكن يفكر في موضعات مشروعات صغيرة تكون مشروعات ذات أفكار بسيطة يبدأ يبلورها لما يحس أنه عنده يعني مصدر لتمويل هذه الفكرة ومصدر التمويل ده يكون بسيط ويقدر أنه يعني يتوافق مع السادات بتاعه السماح للشباب بالتعامل في البورصة جاء وفق شروط حددتها هيئة الرقابة المالية وتضمنت أن لا يزيد الحد الأقصى للتعامل في السوق عن عشرة آلاف جنيها وأن يقتصر على التعامل المباشر بيعا وشراءا دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأسهم بغرض البيع بسبب ارتفاع مخاطرها وهو ما سيشجع برأي البعض كثيرا من الشباب على خوض تجربة الاستثمار في البورصة هذه حاجة موازة جدا لجذب شريحة جديدة من المتعاملين في الأوراية المالية بالإضافة طبعا نحن عندنا الشباب السنين عنده تطلعات كبيرة جدا أنه هو يفهم إثقافة الاستثمار ويخش في مناخ الاستثماري بدري دي طبعا حاجة من المحافزات اللي نتمنى أن نحن نشوفها كمان في الفترة الجاية بعيدة عن الشريحة لجذب الاستثمارات عما تنفسه الأوراية المالية وأن هم يكونون متعودين عن مناخ الاستثماري وتشير البيانات إلى أن عدد المتعاملين في البورصة المصرية يصل إلى 380 ألف شخص وأن 88% منهم يمتلكون محافظة مالية بقيمة في المتوسط تبلغ 10 ألاف جنيها لكل محفظة ياسين الجهر سكاينيوز عربية القاهرة للحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب معنا بضيفنا من القاهرة عضو جمعية رجال الأعمال في مصر أحمد الزياد أهلا بك معنا عبر سكاينيوز عربية لا شك أنه قرار لافت تشجيع الشباب على الاستثمار على تشجيع مشروعات صغيرة أفكار فيها ابتكار ولكن أود أن أسمع تعليقكم على مخاطر ربما هذا الموضوع أو المحاذير التي يجب أخذها بعين الاعتبار صباح الخير صباح الخير أهلا أستاذ أحمد مبدئيا إحنا شايفين أن القرار هو قرار إيجابي جدا أهلا وسهلا بك إحنا شايفين أن القرار قرار إيجابي جدا من الناحية العملية لأن حاليا القرار ده الحكومة بتحاول تستهدف به الشراحة العمرية اللي هي من 16 سنة 21 سنة اللي هي اللي طلبة فيه الجامعات المصوية ده هيسمح لأن نحن نحمس الشباب ونشجع الشباب على إيجاد آليات عمل داخل السوق الرسمي أن نشجع الشباب على إزاي نحن نبدأ نفكر في الإستثمار إزاي نحن نقدر نحدد أهداف الشباب في الجيل الجديد اللي متطلع له التكنولوجيا متطلع له البلوكشين متطلع له الإستثمار بالشكل عام الشباب بيواجه بعض المشاكل أنه هو ممكن يكون عنده بعض الأفكار أنه هو الهجر غير الشرعية أنه هو مثلا يعتمد على التوظيف الحكومي أنه يعتمد على الروتين بشكل عام فإحنا شايفين أن بالعكس دي خطوة إيجابية جدا أن هي هتسمح لنا أن نحن نخلق جيل جديد من الشباب المصوي عنده أهداف استثمارية قوية هو قادر يفهم موضوع الاستثمارات في البرصة والسندات وإزونات الخزانة والاستثمار بشكل عام بالإضافة أن الطاقة الإنتاجية للشباب من 16 سنة إلى 21 سنة دي طاقة قوية جدا نحن ممكن نستفد منها من خلال أفكار الشباب أن يحصل فيه دم جبابين الشباب يحصل فيه مشروع مشتارة أستاذ أحمد هناك ربما جانبين هنا في الموضوع هناك الجانب المتعلق به الحصول على تمويلات لتدشين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من ربما مستثمرين شباب يودون خوض غمار هذا الاستثمار وبجانب آخر فيه موضوع الاستثمار بالبورسة سنتحدث عنه بعد قليل بالنسبة للجانب الأول كيف ستتم تحديد آلية الحصول على التمويلات وأيضا شروطها هي هتتم بنفس طريقة تمويل المشروع الصغيرة والمتوسطة أنه هيكون فيه تحديد لنوع النشاط هيكون فيه دراسة من قبل جهاز المشروع الصغيرة والمتوسطة جهاز المشروع الصغيرة والمتوسطة في مصر يعني أنفق أكثر من 200 مليار جنيه في خلال الأربع سنين اللي فاتت هو اللي هيكون مشرف على مشروع الشباب بالإضافة اللي طبعا لازم يكون فيه موافقة من ولي الأمر عشان يكون فيه سلامة لي يعني يكون فيه غطاء حتى موجود أو مسئولية من قبل ولي الأمر الطالب بالإضافة أن تحديد النشاطات دي هتكون كلها معتمدة على الإبتقاء ومعتمدة على التكنولوجيا ومعتمدة على الاستثمار في الأدوات الشرعية لأن إحنا عندنا تخوف أن حاليا الدولة أنفقت المليارات على البنية التحتية فإحنا محتاجين جيل جديد عنده فكر استثماري فكر أنه إزاي يكون عنده أفكار ابتكارية وخاصة في مجال التكنولوجيا مصر عندها العديد من الكفاءات وخاصة في الطلبة فأعتقد أنه ده يكون إعادة إحياء أمل لإعادة كبيرة جدا من الشراحة العمرية من 16 سنة ل21 سنة أن إزاي أن أنا أبدأ أفكر أن أنا أعمل مشروع صغير بحيث أن أنا مستناش لحد بعد الجامعة أن أنا أبدأ لأنا من خلال أن أنا ممكن وأنا بدرس مثلا في الجامعة أنا ممكن أن أنا أبدأ أشتغل ممكن أبدأ أسس مشروع بسيط بقيمة يعني حد أقصى 10 ألف ممكن بعد كده أعتقد أنه لو الموضوع لا كبول ولا نجاح في خلال السنة أو السنتين الجايين هيكون فيه زيادة للحد الأقصى للإستثمارات من 10 ألف ممكن تتوصل في حدود 50 ألف فبالإضافة نحن برضو نحاول أن نشجع الاندماج بين الشباب يعني اللي هو العمل المجتمعي أو العمل الجماعي أنه بيبقاش أن فيه الشاب بيشتغل لوحده لا هو بيبقوا صحاب مثلا مع بعض فكل الشاب بيعنده فكرة بيكمل التاني فبيبدأوا يندمجوا مع بعض فبيبدأ من هنا أن أنا بغير تكوين شركات ولو صغيرة النطاق أستاذ أحمد ماذا عن التداول في البورصة أيضا للشباب بعمر مثلا 16 عاما هل برأيك لديهم الدراية والمعرفة الكافية للدخول بهذا المجال أو من سيقدم لهم المشهورة أو من سيراقب نشاطهم داخل البورصة هو موضوع البورصة موضوع هيكون صعب شوية في الأول لأن الشباب مش هيكون عندهم الخبر الكافية في التعامل على الأسهم والسندات فهيكون فيه تحت إشراف بعض الشبكات الزات سمعة طيبة في البورصة المصوية لكن أعتقد أن مع دخول الشباب البورصة ده هيسمح للشباب أنهم يبدأوا يتعلموا يعني إيه بورصة يعني إيه سندات يعني إيه أسهم هيبدأوا يشوفوا هو الشباب في الفترة العمرية دي بيكون عندهم حماس قوي بيكون عندهم تطلع للتعليم من خلال إنترونت إيه هي الأدوات المالية في الغرمة الصوفية فأنا أعتقد أنها مش هيكون عندهم الخبر الكافية في بداية الأمر لكن مع الاستعانة بعض الشركات الأوراق المالية في البورصة وتحت إشرافها هيبدأ الشباب يأخذ خبرة خطوة بخطوة وفي نفس الوقت هيبدأ الشباب يتعلم بكافة أكتر فبعد سنتين تلقيتها هيبقى عندنا قومات شبابية عندها من الخبرات الغير مصروفية التي تؤهلها أن يكون عندها شركات مالية ممكن في المستقبل تكون أقوى شركات مالية في مصر وشوف الأوسط سؤال سريع لنختتم به المركز المصري أيضا كان قام برفع نسبة التي وجه للبنوك بزيادة التمويل موجه للشركات من 20% إلى 25% ضمن محفظة التيمان لدى البنوك لأي حد ترى الآن تشجيع للشركات الصغيرة وهي تنمو في السوق المصرية؟ هوا ده نتيجة أن فيه فقد قوى جدا في الوداء المصفية ففيه حوالي 117 مليار جنيه مصفي ده هيتم تخصصهم للشركات الصغيرة وده بيجي في نفس النطاق اللي هو الخاص بالشمول المالي وتحميس الشباب وأن الشباب يبدأ يعمل مشروع متناية الصغيرة عشان تخدم على مشروع الصغيرة ومن المشروع الصغيرة تخدم على المشروع المتوسطة شكرا جزيلا لوجودكم معنا من القاهرة عضو جمعية رجال الأعمال في مصر أحمد الزياد